موسيقى باسم مرسي عايز احترف وسأرحل عن الزمالك ولا احد يقدر ما افعله محمد ابراهيم يغادر معسكر المنتخب ايجوين كنت على وشك الانضمام لسان جرمان وميسي الافضل في التاريخ كريستيان رونالدو يحلم بمعادلة رصيد ميسي من الجوائز الكبيرة اسلام جمال انتظر عرضا رسميا من الشرطة العراقي خلال ساعات اكد باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك عن رغبته في تجربة الاحتراف الخارجي مشيرا الى انه لن يرحل عن القلعة البيضاء سوى من خلال الطرق الشرعية ودون اي مشاكل وبينتهي تعاقد باسم مرسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لاي نادي اخر خلال الفترة الحالية دون الرجوع لادارة الزمالك وسبق ان اعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الوصول الاتفاق نهائي مع باسم للتوقيع لمدة اربع مواسم مع الموافقة على احترافه خارجيا واشار باسم في تصرحات لقناة دي ام سي سبورت لو قرر من نفسي كنت سأرحل فورا لكني مرتبط بكيان كبير اسمه نادي الزمالك وتابع اي لعب في الدنيا يريد الاحتراف الخارجي ارغب في خوض التجربة وانتظر خلال الايام المقبلة عرضا يليق بي وبنادي زمالك من اجل الرحيل من خلاله واضاف سأرحل عن زمالك بكل ادب ما اريده هو وصول العرض ودراسته وبعد ذلك سأجدد لزمالك وارحل من خلاله هذا هو تفكيري ولا غير ذلك اكمل يحق لتوقيع لاي نادي حاليا دون الرجوع للادارة لم افعل ذلك من اجل الكيان والجماهير ولا احد يقدر ذلك والبعض يهاجمني ولا اعلم السبب واختطم ذا صرحته قائلا اريد التجديد لزمالك ثم الرحيل للإحتراف لو لم يصل لي عرض جيد سأجدد للقلعة البيضاء فورا غادر محمد ابراهيم صانع العاب نادي زمالك ومنتخب مصر معسكر المنتخب المصري بعد استئزان الجهاز الفني بقيادة الارجنتيني هكتور كوبر وكان محمد ابراهيم قد توجد اسمه ضمن قائمة منتخب مصر الاولية التي تستعد لخوض منافسات كياس الامم الافريقية 2017 بالجابون واعلن الجهاز الفني عن استبعاد اربع لاعبين من القائمة النهائية من بينهم محمد ابراهيم لكن اللاعب استمر مع زملائه بالمعسكر وصرح الارجنتيني هكتور كوبر ان اللاعب الوحيد خارج القائمة النهائية الذي سوف يسافر الجابون هو حمادة طلبة تحسبا لاي ظرف طارق وبرر ابراهيم رغبته في ترك المعسكر بانه يريد ان يركز مع نديف الفترة الحالية على العودة مرة اخرى لمستوى لحجز مقعدا اساسيا يعيد مرة اخرى لمنتخب مصر وتشهل الفترة الحالية توقفا للمسابقات المحلية في مصر بسبب الاستعدادات لكأس امم افريقيا ويستعد الزمالك لملاقات الاهر 10 فبراير المقبل بكأس السوبر المصري على الفور اقرى الارجنتيني جونزالو ايجوين مهاجم يوفينتوس الايطالي انه كان على وشك الانتقال لباريس تانجرمان الفرنسي عندما كان لاعبا في ريال مدريد الاسباني الا انه قرر في النهاية رفض عرض النادي الباريسي واوضح ايجوين خلال مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس انه كان هناك مفاوضات من جانب البرازيلي ليوناردو المدير الفني بالنادي الفرنسي حين اذن والمعلق الحالي بالشبكة الرياضية والذي اجرى الحوار مع المهاجم الارجنتيني وخلال المقابلة اعرب ايجوين عن تقديره الكبير بالمهاجم ونجم فرشلون الاسباني لويس سواريز ولكنه يرى في الوقت ذاته ان ليونيل ميسي يبقى الافضل في التاريخ وقال في هذا الصدد بصراحة اعتقد ان سواريز مهاجم رائع للغاية وايضا البولندي روبرت ليباندفوسكي يقدم مستوى الرائع هناك كثير من المهاجمين الجايدين ولكن يبقى صديقي ميسي هو الافضل في التاريخ كما تطرق اللاعب للحديث عن المبلغ الكبير الذي دفعه النادي الايطالي 90 مليون يورو من اجل التعاقد معه خلال الصيف الماضي من صفوف نابولي واوضح حاولت عدم التفكير في هذا الامر اذا بازل النادي كل هذا الجهد فهذا لانهم يحبونني كنت اريد تقديم كل ما لدي لاثبت صحة وجهة نظرهم بالتعاقد معي فكرت احيانا في هذا الامر ولكنه امر لا يضايقني كثيرا مع فوزو بلقب دوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد الاسباني ولقب كاس الامم الاوروبية يورو 2016 مع المنتخب البرتغالي يطمح البرتغالي كريستيانو رونالدو الان الى معادلة رصيد منافسه التقليدي ديونيل ميسي في عدد الجوائز الفردية الكبيرة واحرز رونالدو القاب دوري الابطال وكاس السوبر الاوروبي وكاس العالم الاندية مع الريال خلال عام 2016 كما توجه جهوده مع المنتخب البرتغالي بلقب يورو 2016 ليصبح المرشح الاقوى للفوز غدا بجائزة افضل لاعب في العالم لعام 2016 في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة الفيفا وكان رونالدو استعرضت كرات الزهبية الاربع التي حصل عليها في استفتاء افضل لاعب في العالم خلال اعوام 2007 و2008 و2009 و2016 وهي الجائزة المقدمة من مجلة فرنس فوتبول الفرنسية الرياضية المتخصصة علما بأن جائزة المجلة اندمجت مع جائزة الفيفا في ست سنوات متتالية من 2010 الى 2015 ومع انفصال الجائزتين مجدنا في 2016 يأمل رونالدو الذي يتوجه بجائزة الكرة الزهبية في اواخر العام المنقدي في حصد جائزة الفيفا كشف اسلام جمال مدافع الفريق الاول للزمالك عن تلقي عرضا من نادي الشرطة العراقي للنمام اليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وقال اللاعب انتظر وصول العرض الرسمي للزمالك الاثنين المقبل وكان اسلام جمال مدافع طلائع الجيش السابق قد تلقى عرض اخر من الاسماعيلي الذي اعير اليه الموسم الماضي وعلق جمال على عرض الاسماعيلي قائلا المفاوضات ما زالت مستمرة الا انني لم اتفق بشأن مستحقاتي المالية المتأخرة لدى الاسماعيلي والمقابل المادي في حالة اعارتي اذا اعجبك الفيديو يرك الضغط على زر الاعجاب والضغط على زر الاشتراك ليصلك كل جديد قناة راديو كورا انت في قلب الحدث